نواصل شرحنا للتربية في العصور القديمة وقلنا هذه الفترة الطويلة من القرن الأربعين قبل الميلاد إلى القرن الخامس ميلادي عرفت عدة مدارس مختلفة مثلا التربية الفرعونية بماذا تميزت التربية الفرعونية؟ تميزت بعدة خصائص أولا الفرعينة كانوا قوما يعظمون العلم كانوا قوما يحترمون المتعلم حتى أنهم كانوا يساوون بين الجاهل والحيوان الأبكم ولكن طبعا مشكلة الفرعينة أو نظام التربية عند الفرعينة أولا الفرعينة كانوا قوما متقدمين جدا في العلوم وفي المعارف في عصرهم ولذلك نجد حضارة أو أثارهم إلى حد اليوم بقي أن اهتمامهم بالتربية كان موجها لفئة معين ليس لكل الشعب فهي تربية إلى حد ما أرستقراطية والأرستقراطية هي يعني الفئة حكم الفئة الفئة من النبلاء من المحظوظين من المميزين طبقة هي التي تستأثر بكل شيء الحكم والسيادة والاقتصاد والمال والكهانة وإلى غير ذلك ولذلك كانت معرفة القراءة والكتابة هي كأنها تبادل الأسرار عند الفرعينة يعني هي سر الحقيقة وكان سر أو معرفة القراءة والكتابة سر يقسم الفرعينة التعليم إلى ثلاث مراحل الابتدائي إنشئنا وثانوي والعالي يعني تقريبا بمسمياتنا الحالية طبعا في التعليم الفرعونية وفي التربية الفرعونية كانت هناك مستوين هما النظري والميداني أو التطبيقي النظري هي علم الكهانة وأسرار التحنيط وكل هذه الأمور والتطبيقي هو الهندسة وكانوا متطورين حقيقة في علم الهندسة والحساب والقياس وغير ذلك طبعا التربية الفرعونية أدت بالحضارة الفرعونية إلى مثل هذا الازدهار والذي تركوه من آثار عظيمة الفرس إذا كانوا الفرعينة على نهر النيل فإن فإن الفرس كانوا هذه هي مصر الفرعونية الفراعينة تقريبا ثم هنا الفرس طبعا بعد تقريبا هناكذا الخليج العربي وهذه القارة الأسوية الفرس هم إيران الآن وهم طبعا حضارة عظيمة في القديم وحضارة متطورة كان لها نظام تربوي شهير يتميز هذا النظام التربوي أنه يقسم أيضا التعليم إلى ثلاث مراحل ثلاث مراحل في التعليم وطبعا المدرسة التربوي الفارسية كانت تتميز بكونها مدرسة عسكرية بالأساس الفرس كانوا عسكريين بالأساس وكانوا أشداء في الحروب ولذلك حتى أنهم بلغوا إلى حد أوروبا وهاجموا اليونان وتاريخهم الحربي والعسكري معروف فالمدرسة التربوي الفارسية كانت تؤكد باستمرار على قضية الولاء للوطن والولاء للحاكم ولذلك كانت تربية تأخذ الأطفال من سن صغير ولا تطلق أحيانا يمتد التعليم إلى حد سن الخمسين فلذلك كانت فترة طويلة يقضيها الفرد في التربية الفارسية وهو على ذمة النظام التربوي وأيضا التربية الفارسية كانت موجهة لطبقة المحظوظة وهي الطبقة الأرستقراطية والنظام التربوي الفارسي أيضا يتضمن إضافة إلى ثلاث مراحل يتضمن النظري والتطبيقي المدرسة أيضا أو التربية التي كانت سائدة أيضا أو عرفت على الأقل في القديم هي التربية لدى العبرانيين العبرانيون كانوا أقواما بدوية تتنقل في صحراء بين النهرين وطبعا كانوا هؤلاء الذين كانوا يدينون بالديانة اليهودية كانوا يمارسون نوعا من التربية القبلية أو البدائية الأولى قبل مجيء السيد المسيح عليه السلام ولكن ولم يكنوا يعرفوا الاستقرار ولم يكنوا يعرفوا وكانت تهيمن عليهم كثيرا ربما الشعوذات وربما الأفكار الأسطورية وإلى غير ذلك ولكن اختلفت التربية لدى العبرانيين مع مجيء السيد المسيح عليه السلام في السنة الأولى من القرن الأول ميلادي منذ مجيء السيد المسيح وظهور المسيحية ظهرت لدى هؤلاء العبرانيين اليهود اتجاهات جديدة في التربية فأسسوا لأول مرة المدارس تقريبا في السنة الستين أو سبعة وستين بعد الميلاد وأمر كهانهم كل المؤمنين أن يوجهوا أبنائهم إلى تلك المدارس وكانت تلك المدارس حقيقة مهمة في ذلك الوقت لأنها كانت تدرس البنين والبنات وكانت تركز على تعليم المبادة الأساسية للغة وتعليم القواعد الأخلاقية أساسا منقلها إلى الصبياني التربية الشهيرة جدا أيضا التي كانت في السابق هي لدى الصينيين لكن الصينيون طبعا من ينتمون إلى الصين الآن نحن نعلم أين توجد الصين الآن الصينيون كانوا قوما معروف بطبيعته المحافظة الشرقية المحافظة فلذلك هذه الثقافة أيضا طبعت النظام التربوي لديهم فكانت المواد التعليمية لديهم مواد محافظة وتدعى على الحفاظ على التقاليد وحتى أنها تركز على الحفظ وعلى التلقين وعلى الترديد فلذلك ورغم أن الصينيين كانوا قوما محبين للعلم ونشروا المدارس في كل مكان كل قرية تقريبا في الصين إلا وبها مدرسة ولكن مع ذلك التربية الصينية كانت تربية محافظة كانت تربية تقليدية فلم تكن تربية تدعو إلى التفكير الحر أو الإبداع أو إلى التطور النظام الثاء الآخر الذي كان شهيرا جدا هو كان على حوض البحر الأبيض المتوسط وتحديدا في اليونان اليونان كانت فيها شعوب قديمة هي الغريق وطبعا في اليونان كان هناك مدينتين مدينة توجد على الساحل وهي أثينا وهي عاصمة اليونان الآن ومدينة كانت توجد في الداخل وتسمى إصبرطة وبين المدينتين كان عداء شديد حتى وقعت حروب كبيرة بينهما شهيرة جدا في التاريخ المهم أن نظام التربوي لأثينا التي كانت تقع على البحر كان نظام تربوي مفتوح كان يعلم العلوم والفنون والأداب والفلسفة والطب ولذلك اشتهرت مدرسة عظيمة لدى هؤلاء واشتهر منهم الكثير أفلاتون أرستو سقرات بارمينيدس فيثاغوراس بيتاغور أبو قراط أبو الطب إن شئنا الذي أخذا من هذه الأصول الغريقية أو اليونانية كلهم كلهم علماء لا نزالوا نذكرهم ينتمون إلى التربية الأثينية فالتربية الأثينة كانت تربية تعتمد على ثلاث مراحل كانت متطورة كانت متميزة بينما التربية الإسبرتية كانت تربية عسكرية ترمي إلى تكوين القادة العسكريين فقط ولذلك انهزمت التربية الإسبرتية أمام التربية اليونانية أو الأثينية بعد ذلك بعد تقريب ازدهار للحضارة اليونانية لقرون يهجم عليهم الرومان روما هنا في إيطاليا الآن يهجم على اليونان وينتصرون عليهم مثلما هجموا على كارتاجنة في شمال تونس وانتصروا عليها وكونت روما حضارة عظيمة جدا في البحر اللابد المتوسط وطبعا هذه الحضارة أسست لنفسها نظام تربوي عظيم وكبير استفاد من اليونانيين والكارتاجنين وكانت التربية الرومانية تربية منقسمة إلى ثلاث مراحل تربية متنوعة تربية تربية على العلوم والفنون والأداب وكانت من ميزتها كذلك التربية الرومانية أنها كانت تعلم الفتاة مثل ما تعلم الولد تماما يعني لا تميز بينها ولذلك كانت تربية متقدمة الرومان رغم كل قوتهم سينهزمون من القبائل التي آتيا إليهم من الشمال وبالتالي ستطوى صفحة من صفحات التاريخ وتولد صفحة جديدة تسمى التاريخ الوسيط ترجمة نانسي قنقر